وككل سنة تحيي مصليات الإقامة الجامعية بأضرار تظاهرة القرآن الكريم والسنة النبوية جاءت الطبعة الثامنة تحت شعار الشباب الطموح وخدمة الأمة ونحن اليوم في أكبر نشاط لهذه المصليات ألا وهو تظاهرة القرآن الكريم والسنة النبوية في هذه الطبعة الثامنة نستضيف اليوم الأستاذ الدكتور العربي شيشي المدرس الدكتور بجامعة قسنطينة في محاضرة افتتاحية عنوانها الشباب الطموح وخدمة الأمة بين الواقع والمأمول وقد تشرفت بحضور هذه التظاهرة وفيها محاضرات متنوعة ورشات وقدمت محاضرة بعنوان الشباب الطموح في خدمة الأمة الألام وأمال وحرص القائمون على التظاهرة على إبراز مكانة الشباب وبأنهم عماد الأمة وصناع الحدث بها بكل مكان وزمان وتناولت في محاضرتي دور الشباب ودور عصر الشباب وأن هؤلاء الشباب هم عماد الأمة وهم عصب الأمة وذكرنا نماذج من عصر النبوة صحابة وما بعد صحابة التابعين وأتباعهم كيف أنهم تلقوا العلم وعملوا به في الواقع وتكلمنا كذلك في محاضرة عن تحديات الشباب تحديات زماننا وانشغالات الشباب وكذا ضرورة تجديد الخطاب الديني الموجه إليهم بما يتماشى مع عصرهم بما يحمله من تحديات لهم يعني إتاحة الفرصة للشباب ضرورة سماع لانشغالات الشباب وكذلك ضرورة تجديد الوسائل تجديد الخطاب الديني يجب أن نحدث الشباب بلغتهم التي يفهمونها بلغة عصرنا ليس باللغة القديمة كما قال سيدنا علي رضي الله عنه قال لا تكرهوا أبناءكم على أخلاقكم ولا على أخلاق أجدادكم فإنهم خلقوا لجيل غير جيلكم وتكلمنا عن كل المجالات سواء المجال الديني تجديد الخطاب الديني مجال الديني تجديد الوسائل وتبقى مباطرة مثل هذه جديرة بأن تثمن لما تحمله من بعد ديني وثقافي واعتزاز بهويتنا الإسلامية ومحظنا تربويا يوجه وينير عقول وقلوب الشباب